وفي الملف الأكثر سخونة وحساسية على مختلف الأصعيدة يستشعر المراقبون والمحللون حرج حكومة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني من تزايد عدد الهجمات بالطائرات المسيرة ضد قواعد التحالف الدولية رغم ارتباط العراق وأمريكا باتفاقية الإطار الاستراتيجية والتي تحدد بموجب فقراتها أوجوها التعاون العسكري والأمني بين بغداد وواشنطن ويقول الخبير في الشعن الأمني مخلط حازم إن السوداني يستشعر الحرج جراء الاستهداف المتكرر للقواعد الأمريكية في العراق مضيفا إن العراق لا يستطيع أن يتنصر من هذه الاتفاقية وعليه أيضا حماية المصالح الأمريكية وأي استهداف لها يعرض حكومة السودان للخطر وفي خيارات التهديئة تؤكد مصادر حسنة أن السفيرة الأمريكية تواصل عقد لقاءات واجتماعات غير معنى مع مختلف قادة التيارات السياسية لتهديئة عاصفة الانتقاد ضد واشنطن بسبب الموقف من غزة واعتبار العلاقات الثنائية حالة تؤسس لاستقار المنطقة في المستقبل اشتركوا في القناة